وكل ذلك ليس في صالح أوكرانيا فحسب بل في صالح الاتحاد الأوروبي في صالح الديمقراطي في صالح حقوق الإنسان نحن بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق الكامل نحن نريد أن نكون هناك اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل الحلولة دون التصعيد الأكبر لإيقاف هذه المعارك وكل ذلك من أجل العدالة ومن أجل الأمن لقد استحقينا ذلك وأنا الأمس تحدثت مع الرئيس البرتغالي ومع الرئيس الفرنسي ومع الرئيس البولندي وأنا تحدثت إليهم وشرحت لهم التفاصيل حول ما يجري على أرض الواقع ومع رئيس الوزراء في بلجيكا ومع رئيس الوزراء البريطاني لتشكيل اتحاد معاد لروسيا لقد أغلقت أوروبا الأجواء أمام الطيران الروسي بكافة أشكاله وفرضت عقوبات على الشركات الروسية وعلى المصارف الروسية ونحن نرى ماذا حصل في الروبل وانهيار الروبل في هذه الفترة لأن هذا التدخل الروسي في أوكرانيا سوف يكون غالي الثمن وسوف يكبد روسيا خسائر فادحة وأيضا لكل المواطنين للعاملين في القطاع التجاري في قطاع التعليم في كافة القطاعات الروسية سوف يعانوا بالإضافة إلى الألاف من الجنود الروس أنا أسألكم أيها الجنود الروس من أجل ماذا أعطيتم إلى هناك لماذا تتحرك الجحافل الروسية ضد أوكرانيا وفي يالطا وفي فباتوريا وفي سنفروبل وفي كل المناطق الأوكرانية والتي هي الآن تعجب الدبابات الروسية أربعة آلاف وخمسمائة جندي قد قتل من الغزات اتركوا معداتكم واتركوا دباباتكم وارجعوا إلى بلادكم لا تصدقوا رؤسائكم لا تصدقوا القادة العسكريين اذهبوا من هنا غادروا أوكرانيا وبلا شك سوف ندافع عن بلدنا إلى آخر قطرة من دمائنا وسوف ندعم ونستقبل الدعم من كافة المناطق في أوروبا وفي العالم والمشاركون في العمليات العسكرية الأوكران وغيرهم سوف يدافعون ببسالة عن أراضينا وعن ممتلكاتنا ليس لنا أي ذنب ولا نتحمل أي ذنب في هذه العملية نحن فقط ندافع وعندما تحدثت مع الرؤساء قلت لهم بأننا نحن جميعا متحدين من أجل أوكرانيا الرائعة هذه هي البعثة وهذه هي الأمل وهذا هو الهدف وهذا هو الواجب المجد لأوكرانيا